يعني هل برأيكم التقارب الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان مع النظام السوري أججى يعني هذه حالة الفوضى التي حصلت في قيسري نحن قلنا أنه تركيا بالأول كان عندها حلم أنه كل هذا الربيع العربي سوف ينتج حكومات إسلامية وبالتالي هي زعيمة الإسلام في المنطقة العربية كلها حالة الطائرة أجت مثل ما قلت لك ليقولوا أنه إحنا هون لن تتجاوب كان فكره أردوغان أنه أمريكا بموساعد أمريكا سوف يعيد إنتاج المنطقة ويحطها بيجيبته بيعب هاي المسألة من حقه أنه يطمح هذا كان طموحه لكن شاف أنه هذا الطموح يعني غير قابل للتحقيق والولايات المتحدة الأمريكية لن تقف معه ولن تسمح له لن تسمح له بالتالي يعني غباء الإسلام السياسي في أكثر في تونس وفي مصر وفي إلى آخره إذن أصبحت من بعد 2016-2017 بدأت المسألة أنه لا يمكن لهذه الأنظمة أن يأتي الإسلام السياسي بديل على هاي الأنظمة الموجودة هاي الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها من بعد ما شعر أنه أمريكا تخلت عنه وما في إمكانية يعني أن ينتج المنطقة كما يريد خفت هاي هذا الانبعاث وبالتالي بدأ يقارب مصالحه من جديد ومن حقه قارب مصالحه من جديد اتفق مع الروس والإيرانيين يعني ليست المصلحة السورية هي الهاجس الأساسي والبوصلة أمام الأتراك بالسياسة التركية فلذلك بدأوا بمسار إستانة ويعني شفنا شو التبعات وما من أننا هذا المسار هو عمليا إذا بالحد الأدنى ممكن نقول أنه لتميع العملية السياسية بقول لانقلاب على الحالي السياسي ولا إبقاء النظام إعادة إنتاج النظام الجديد فلذلك الآن الخوف من الانتخابات التي ستجري التي تعطي يعني برأي أردوغان أو بتحليل يعني باعتقادهم يظنون أنه يعني الآن شرق الفرات أو الإدارة الذاتية منطقة قسد هناك دور وظيفي ما دور عسكري لكن يسعون للاعتراف السياسي لكن لن يتم هذا الاعتراف السياسي ما فيه اعتراف سياسي الدور العسكري أو الوظيفي ينتهي بانتهاء الحاجة له فلذلك الإدارة الذاتية قسد ما ستتفتش عن دور سياسي اعتراف سياسي فهذه المسألة إذن الانتخابات والعقد الاجتماعي اللي رغم الملاحظات الكبيرة عليه يعني هذا بس ما بدي يدخل فيها بس لكن يعني عمليا في هذا الاتجاه لذلك هو حالي استباقية واستغلت روسيا دخلت على الخط بالتالي أعادت إحياء المسار اللي على أساس المصالحة مبادرتها بالمصالحة مع النظام وبالتالي التصريحات كانت واضحة نظام والمعارضة وقاتلوا الإرهابيين وإلى آخره إذن المسألة هي بغض النظر إن ضل الأسد ولا راح الأسد هي بد مصالحة بد مصالحة القومية وأمنة وإلى آخره تشعر أنه فيه خطر على أمنة فلذلك يعني ممكن تقولوا للنظر السوريكيين مع السلامة يعني عمليا يوم بدوا يفتحوا المعابر ويفوتوا فتح المعابر بالأساس أبو الزندين وغيره هو يعني إعادة دخول النظام ومؤسسات النظام إلى الشمال وبش تمال بتعرف يعني هذا اللي قلنا سلموا قرارهم ما عنده القرار يعني الآن إيشوا اللي أما المجتمع يعني بيقولوا عنه وليش بيعملوا هيك السوريين ابن القهر من الظلم من أنه ناس ترجمة نانسي قنقر